المنقر العربية السعودية تحولت إلى رقم فاعل على المستوى الدولي وأصبحت شريك رئيسي في صناعة القرار السياسي العالمي منذ ساعات قليلة أعلنت السعودية عن أن هي بصدد تنظيم مؤتمر يناقش الطوارئ والتحديات النووية التي تواجه كل دول العالم بلا استثناء تحت إشراف السعودية سوف تشارك كل دول العالم في هذا المؤتمر في ذات الوقت أيضاً اللي أعلنت فيه في تصريحات رسمية أن المشروع الوطني للطاقة النووية السلمية في قلب السعودية يقطع خطوات إيجابية جداً نحو الانتهاء منه على المستوى الدولة بتقوم السعودية بأدوار بارزة للغاية على المستوى الداخلي المملكة العربية السعودية تفعل دورها بشكل قوي جداً وتبني نفسيها بشكل رائع جداً وبشكل لافت للنظر خلونا نعرف التفاصيل والمعلومات خلال الحلقة دي تلاج نعب لها شير لايك للفيديو ده وكمانتك الجميل أنا أحمد عبدالعيدي وأنت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم أحنا عارفين كويس جداً أنه عندما تقطع السعودية خطوات للأمام فده بيغيظ بعض الأطراف أمر طبيعي النتيجة عندما نكشف السطار عن التطورات التي تحدث على المصاري السعودي داخلياً وخارجياً الطبيعي أن نبنى من الحب جانب لدرجة أنه نحن بنتهاجم من بعض الأطراف اللي هم خصوم السعودية فبيهاجمونا بشكل كبير جداً أنتوا إيه إزاي دفعوا لك كام مش عارف إيه زي ما هم قالوا برضو الجزائر دفعوا لك كام ويتونس دفعت لك كام وإيه سوريا دفعت لك كام وإيه العراق كذلك وإيه روسيا دفعوا لك كام أخوانا فيه إيه وإحنا للدرجة دي لنا قوة مؤثرة كده طيب ما فيه قنوات على السوشيال ميديا المشاهدات بتاعتها بتتعدى ملايين المشاهدات في كل فيديو يعني إحنا يا دوبك بعض المشاهدات اليتيمة ورغم ذلك إحنا مناش القوة المؤثرة إلى درجة أن كل دول المنطقة تدفع لنا مثلاً لا مؤخزة ولا حاجة تسمي شغل تهريج هم طبعاً مش متعودين على أن تكون هناك قناة على الحياد لأن غالبية قنوات السوشيال ميديا خاصة البارزة جداً واللي فيها شغل فرق عمل كاملة معروف توجهاتها ومعروف الفلوس بتاعتها لكن إحنا مجرد قناة ومجموعة غلابة تماماً ودائماً بنقول يا أخوانا يا متابعي قناة مصر نرجوكم انضموا للعضوية المنتسبة دائماً لقناة مصر ما حدش برضو بيتجاوب بالطريقة دي يا أخوانا نرجوكم نتوسل إليكم اعملوا شير ولايك بالإضافة إلى اللي مشتركش في القناة يشترك عشان حتى نوصل لمليون ولا الكلام دا كله ومع ذلك الاستجابة بتكون ضعيفة وطفيفة للغاية فانت سايب القنوات الكبيرة جداً اللي فيها ملعين المتابعين وجاي لقناة مصر حاجة كده لسه إيه وليه دا كده صغنططة ولا حاجة فالاتهمت دي طبعاً لا صحة لها بالمرة كل ما هنالك احنا بنحاول بقدر الإمكان ما يكونش لينا توجه غير توجه واحد فقط لا غير الحقيقة سم الحقيقة سم الحقيقة تعالوا حضراتكم شوفوا اللي حصل في السعودية بالأمس وزير الطاقة السعودي الأمر عبد العزيز بن سلمان في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الزرية اللي انعاقد في العاصمة النمسوية فيينا أطلق مجموعة من التصريحات المهمة جداً قال إن السعودية بتوصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية السعودية شغالة على قدم وساق من أجل استجمال هذا المشروع رائع طبعاً مشروع استخدامات الطاقة النووية في المجال السلمي بس أنا عاوز أذكر حضراتكم بحاجة مهمة إن المملكة العربية السعودية اشترطت من أجل إتمام التطبيع مع الكيان الإسرائيلي حاجتين مهمين جداً رقم واحد حل الدولتين بحيث أن يكون هناك دولة فلسطينية بحدودها معترف بيها من الأمم المتحدة لها كيانها المستقل في ذاته واحترام سيادتها وأي كلب يقرب من الدولة الفلسطينية يتعاقب ده أول شرط الشرط الثاني السعودية عاوز القدرات النووية بتاعتي أمتلكها على المستوى السلمي والمستوى العسكري بالإضافة إلى بناء القوة العسكرية أو أعادة بناء القوة العسكرية بما يتوفق والتحديات الموجودة حالياً وبالتالي خطوة أولى نحو الطريق الصحيح قال وزير الطاقة السعودي أننا نواصل تنفيذ مشروعنا الوطن للطاقة النووية السلمية فيما تحقق أنظمتنا والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دولياً أهو إحنا نتوافق مع استخدامات الطاقة النووية في المجال السلم وقال إن السعودية بتتجه للاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقتها الإشعاعية للأغراض السلمية دائماً يؤكد على السلمية لكن شروط التطبيع أنا ما عنديش مانع أننا طبع بس الشرطين وقال لتحقيق كل ذلك استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة وقال إن السعودية تقدمت للوكالة الدولية للطاقة الزرية في شهر يوليو اللي فات بطلب إيقاف بروتوكل الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات نحن مش عاوزين الحاجات التطاقة النووية السلمية الحاجات البسيطة نحن عاوزين حاجات أكبر ثم أكبر وصولاً طبعاً إلى الهدف الاستراتيجي وأوضح الوزير السعودي أن المملكة تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية للانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكل الكميات الصغيرة أقرب نهاية شهر ديسمبر من هذا العام رائع طبعاً خطوات رائعة جداً لا تملو غير أنك أنت تشيد بيها السعودية عرفة خطواتها بشكل حلو قوي أقرب طريق ما بين نقطتين هو تحديد الهدف أنك أنت تتحدد هدفك الترح هنا يبقى أنت هتيجي تروح يمين؟ هتقولك لأ أنا انحرفت يمين عن الهدف شمال؟ لا أنا انحرفت زيت اليسار وبالتالي ترجع مرة تانية أنت محدد هدفك بشكل كويس جداً طيب لو أنت بتشتغل في المطلق لمؤاخزة يدينا ويدك تلطة العمر مع التلاقش السعودية حددت الهدف الاستراتيجي بتاعها خطة 20-30 اللي تبناها الأمر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي النتيجة السعودية عارفة هي راحة فين بالضبط وبناء عليه حققت أهداف استراتيجية غير عادية عددناها في مئات الحلقات عبر قيمة تشغيل كاملة عن السعودية هتلاقوها حضراتكم في قناة مصر وطبعاً التحرك ده تحرك رائع للغاية قال وزير الطاقة السعودي أنه في إطار اهتمامات السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها وإدركها للدور الأصيل للوكالة الدولية للطاقة الزرية في هذا المجال الحساس والحيوي فإن المملكة عازمة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الزرية بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض وأكد على أهمية تعاون الدول في نجاح المؤتمر ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية يعني من خلال هذا المؤتمر السعودية هتشارك في التصدي لحالات الطوارئ النووية والتحديات النووية والخطر النووي الذي بدأ يحاصر كل دول العالم بلا استثناء خاصة منذ تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا بدأ كل طرف من الأطراف يجهز الأسلحة النووية بتاعته طيب دول العالمة تعمل إيه؟ دول بتاعتنا تعمل إيه؟ هم دلوقتي مجهزين الملاجئ بتاعتكم وماذا عنها؟ المملكة العربية السعودية بدأت تشتغل على الهدف له كيفية التصدي للتحديات النووية الطوارئ النووية الإشعاعات النووية الحرب النووية القادمة وكل ده من خلال المؤتمر المزمع عقده في نهاية عشرين خمسة وعشرين فالسعودية بدأت تشتغل على اتجاهات عديدة رقم واحد تحقيق أهدفها الاستراتيجية في امتلاك طاقة نووية سلمية وصولا إلى طاقة نووية عسكرية ثم استكمال دورها على مستوى المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي طبعا كل ذلك من خلال تحركات بيقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بطريقة مشهود لها على كل المستويات وشهد لها طبعا القاصي والداني بهذا الخصوص يعني الأمير محمد بن سلمان منذ فترة متبني خطة السعودية عشرين ثلاثين النتيجة من خلال الخطة دية بدأت السعودية تحقق نتائج إيجابية وزير الطاقة السعودي نوصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد وقال احنا استكملنا متطلبات الاستعداد المتعلقة بالعمل الرقابي النووي تحرك رائع مشهود له وطبعا يستحق التقدير أما هؤلاء الذين يهاجمون قناة مصر بخصوص كشفنا لهذه النقاط الإيجابية طب احنا نعمل ايه بس؟ هنقول للسعودية براش تتحركوا للأمام؟